دقائق الانتظار تبدو طويلة ومرهقة خاصة لهؤلاء الواقفين أمام مركز الكولية الصناعية في مستشبه الثورة بمدينة تعز في الداخل صوت الأجهزة يموئك بالقليل مما يحدث هنا فبالرغم ضعف الإمكانيات ما تزال هذه الأجهزة تقاوم ككل شيء يسكن هذه المدينة للاستمرار في علاج المصابين بالفشل الكلوي وعمل الغسل اللازم لهم في المركز لا يتغير شيء إلا أعداد المرضى التي تزداده كل يوم وهو ما دفع إدارة المركز لطلب شحنات أجوية وأجهزة إضافية للتعامل مع الحالات الجديدة والكثيرة من المرضى إلا أن محاولة إدخال 11 شاحنة قادمة من ميناء الحديدة باءت بالفشل حين احتجزتها ميليشيا الحوثي والمخلوع ومن ثم نقالوها لمدينة الصالح وينفظونا حتى الآن الإفراج عنها بالرغم من كل المناشدات الأجهزة موجودة وتم تنسيق لها وإدخالها بشكل رسمي إلى أن وصلت إلى الربيع ومن ثم تم ترحيلها إلى مدينة الصالح فنرقو من جميع الجهات والناشطين وجماعة الحوثي وجميع الجهات الرسمية التساعد معنا في إيصال الأجهزة وإطلاق صراحة كل دقيقة تمر تعني الحياة لهؤلاء فتوقفوا عمليات الغسيل الكلوي يعني الموت لهم ففي تعز لا تقس الحياة على مرضى الفشل الكلوي فقط بل يتشارك الجميع في المعاناة فمن ينجو من المرض لا يمكنه النجاة من قذيفة أو رصصة ما تستقر في جسمه لترديه قتيلا أو تتركه مع إعاقة مستدامة يتجمع البعض منهم هنا ويتجمع معهم من يحاولون المساعدة للتخفيف عنهم